دايماً أنا بيلح علي سؤال مهم إنه رانا بتغني ورانا مثلته ومثلتي مع سعيد حمد ودي حاجة قوية جداً بالمناسبة يعني ورانا بتقدم برامل السؤال بقى على قدي كده على قدي براشمي الحمد لله باشا الله أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة إيه؟ السؤال ده في الصميم هقول لحضرتك أنا نفسي أحقق فكرة الفنانة الشاملة يعني نفسي أغني ونفسي أمثل ونفسي أرقص ونفسي أعمل كل حاجة عندي طاقة رهيبة فنية بحيث نعمل هاش حدود أوكي ده ما يقلقيش من إنك تبدأي تشتتي طاقتك بدل ما أنا رانا اللي بتغني ومحقق فيها كتير ومشي على مصار كويس جداً ولا إنه لأ أنا مرتباها هقول لحضرتك حاجة أنا ما بدخلش حاجة غير لما بعد أذاكرها يعني أنا من الناس اللي بتحب تذاكر طول الوقت يعني المزيكة أنا دراست موسيقى عربية بالضبط وعلشان أدخل أمثل أنا طبعاً بنت المسرح وبدأت من وانا صغيرة قوي أمثل مسرح وده حقيقة سعيدني كتير قوي كمان في الغنى ورغم ذلك مفيش عمل كنت بدخله إلا ما كنت قبلها لازم أخد ورشة تمثيل محترمة علشان أقعد أدخل الدور وأنا مستعدة وجهزة تقديم البرامج ذاكرت كتير وما زلت بذاكر والحمد لله رب العالمين يعني اللي بيسمعني هيحس إن فيه دايماً فيه عند تطور في حتة بيدور على نوقة ضعفة فين وحاول أقويها طول الوقت بحاول إن أنا أشتغل على نفسي فأنا شايفة إن البني آدم طول ما هو بيحاول وطول ما هو بيسعى ما فيش حاجة اسمها صعب فيش حاجة اسمها مستحيل بتحبي إيه أكتر؟ الغنى رقم واحد طب ما أنت كده جاوبت يا يا أنت كده جاوبت مش عارف أنا ما دايماً من أنصار أنه أنت بتحبي إيه طبعاً في دمي المزيجة في دمي وقالت أنت بتغني من بدري يعني بتغني من وإنت قد كده أنت لازلتي قد بس هيا المفألة فينه يعني آه والله بس بسألة أنه هو أنت من يعني من ساعة غالباً ما تعلمتي تتكلمي فأنت بدأت يتغني ده الغنى ده بس أنا عايز أقول حالك على حاجة أنا قبل ما اكتشف أن أنا بعرف أغني كان عندي هوس الإزاعة لا والله العظيم إزاعة المدرسية إزاعة المدرسية ده كان أساسي دايماً أنا إما بقدم الإزاعة المدرسية إما بقول فيه فقرات كده معينة دي أساسي دي سبتة في كل مراحل عمرية بتاعتي اللي فات كنت بجيب شرائط الكاسة الفاضية وامسك الجورنان ومصغيرة وعض أقرى زي مزيعين ناشط الأخبار لا 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 والله قبل ما اكتشف أصلاً أن أنا صوتي حلو وكأنه وقتها كانت أبواب السامة مفتوحة ويريد ربنا أن يعد للسنين وأشتغل في الإعلام في 90-90 في 90-90 طبعاً طيب ده برضو يا خياني هسأل بقى سؤال هو أنت كنت بتقدم إيه في الإزاعة المدرسية أصلاً الموضوع ده بالنسبة لي مهم أنه أنا عارد كنت بتقدم إيه هقول لحضرتك كانوا دايماً إما بعمل المقدمة الطويلة دي اللي هي التقديمة الأولية التقديمة اللي هي أوه بأنه قد نقولي إما دايماً يخلونا أقولي القرآن الكريم عشان صوت يحل أقول لأدعية الدينية دي أهم الحاجات اللي كانت سابتة عندي لازم في الإزاعة المدرسية من وانا صغير كنا بيخشوا بقى بيا مسابقات يعني خاص رانا صوت حلو فندخل بقى مسابقات اللي تبقى على مستوى المدارس مستوى الإدارات وأي فرقة مستقية في الإزاعة المدرسية أو في الغنى لا الأول إزاعة المدرسية وبعد كده الغنى في الغنى طب ما برضو أنا خليه أسألك تاني يعني أنا عارف أننا عايزين نغني ونسمع وكله وأنا أبقى مبسوط وحنا بنغني جداً أنا عايز أبقى حاجة صغيرة قبل يعني من تبصت بالغنى والكلام ده كله حضرتك من الإعلاميين المفضلين بالنسبالي مش مجاملة ومش علشان حضرتك قدامي دلوقتي بس أنا مبسوطة جداً أن أنا ما حضرتك النهاردة ده أنا حظي كويس صدقيني حظي كويس شكيب لك أنا مبسوط أن أقعد عمال بسمع بحد أن هو للدرجات دي شغوف بمسألة التقديم والإعلام طب ليه ما أنا خلتيش تدرسي إعلام يعني إيه اللي خلاك يروح تدخل معهد الموسيقى الموسيقى العربية المزيكة شدتني ما دائما قلت حضرتك أنا المزيكة رقم واحد عندي فسحبتني كده وأنا حالياً على فكرة لسه يعني أنا ما أعلنتش الموضوع ده بس أنا قاعدة بذاكر إعلام وبدرس إعلام تعليم مفتوح حالياً يعني ناوية كميلة دراسة إعلام زي ما قلت حرارك بحب أذاكر أول حاجة اللي أنا بشوف أن هي بدخولها أي حاجة بدخولها فحاسدت أن أنا في الإعلام لا لسه لسه في عندي حاجات كتير أهو عايز أعملها ما خدتكيش الجلالة بتاعت أنا خلاص عملت برنامج واثنين وثلاثة وخدت بدل الجايزة اثنين وثلاثة فأنا كده في التمام خلاص مش شرط مش شرط عشان أبقى أخدت جايزة واثنين وثلاثة وعملت برنامج واثنين وثلاثة إن أنا أبقى وصلت للحتة اللي أقدر أقولها على نفسي أنا فعلاً إعلامية أنا عايزة أوصل للحتة دي أنا إعلامية مش عشان أنا بغني فبقيت موزيعة فأعمل برامج فنية وده كان التحدي بالنسبالي من أول برنامج عملناه لحد النهاردة كان أول تحدي بالنسبالي إن أنا أثبت إن أنا أقدر أعمل ده حتى لو أنا مش بغني طيب تعالي نغني وبعدين بعد ما هنغني عايزين نكمل كلام أكتر على مش بس بقى الإعلام والغنى هي التجربة بتاعة الشغل مع الأستاذ سعيد حامد وده مخرج عظيم وده كانت أول تجربة بالنسبالي قدام كاميرا تلفزيون قدام مخرج عظيم زي ده بالنسبالي كانت كنت خايفة قوي وكت مسؤولية كبيرة جدا هنحكي بعد ما نغني أو لا عايز نحكي دلوقتي أتنظر ما تبايعيش عليها بحدودة جيد لأن لو حكتيها دلوقتي هتبقى مختصرة عشان بعزين نقوم بالغني لا مش هختصر فأنت هتغني وبعدين نقعد على راحتنا تحكيلي تجربتك أصلا بحب سعيد حامد ده حب أنتش متصورة مع حفظ اللقب لأنه قيمة كبيرة قوي طبعا طبعا طبعا